النهاردة هنعمل الكيكة الاسفنجية بالشوكولاتة لو عندكم مشكلة معاها بتهبط ما بتطلعش مزبوطة بتطلع ناشفة النهاردة هنعملها وهقولكو على كل التكات اللي تخليها نجحة وطرية معاكو وطعمها كمان حلو جدا وبدون دقيق سبونج وبتلات مكونات بس ده الفيديو اللي فات عملنا مع بعض جناش الشوكولاتة حسابهولكو في صندوق الوصف لشان تزينوا بيها قبل ما ابدأ بقى في الوصفة انا اسمي ايمان لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وشيروا لايك لو الوصفة عجبتكم معايا ست بضات وباكة فانيليا او ممكن كمان تحطوا فانيليا سيلة لو حبيه ومعايا كوباية ونص سكر بودرة هضربه مع بعض الاول بالمضرب اليدوي كده علشان السكر ما يطرش وبعدين هضربهم بالمضرب القهربائي كويس جدا لحد ما اللون يفتح بالشكل ده واللي هقدر نعمل العلامة دي وتفضل ثابتة شوية ما تروحش على طول كده الكيكة دي هتطلع نجحة وعالية الضعف حجمها بالشكل ده وبقيت مظبوطة هشيل بقى المضرب وحجيب كوباية ونص من الدقيق هشيل منهم معلقة وهحط بدلها معلقة كاكاو ده في حالة انتوا عايزينها بالشوكولاتة وحطت كمان عليهم باكت بيكينج باودر او معلقة كبيرة يعني ورشة ملح وهحطهم في الصينية افضل انواعي سووني للخبز هي سووني الاليمنيوم ده هنتهى سمنة ورشية عليها دقيق وممكن كمان تحط وراء زبنة لو عايزين الترطة اعلى ممكن تحطوها في صينية حجمها اصغر شوية وبس يكون صورها عالي وحسويها كده ودخلها الفرن ومش هقولكو درجة حرارة 180 هقولكو زي ما انتوا عارفين كل واحد عارف الفرن بتاعه بيسوي الكيكة على درجة كام لحد ما تسيب الجناب ونقدر نحط فيها سكينة او خيلة كده وتطلع نزيفة كده تمام مفروض علشان الكيكة ما تهبطش ما انطلعهاش من الفرن على طول اول ما انطفع عليها كده وانطمن انها استوت نسيبها في الفرن خمس دقيق كمان علشان صطمة الهواء لما بتطلع من سخن على البارد هو ده اللي بيخلي اي كيكة تهبط فانسيبها في الفرن خمس دقيق كمان علشان تفضل محتفظة بحجمها وستطلع ازاي مزبوطة وما فيهاش فراغات كبيرة وطرية كمان وبتطلع حلوة جدا وطعمها بيبقى حلوة قوي في الاكل انا قطعتها وحاسبها كمان تبرد بعد ما قطعتها انا لتلاتة حبدأ بقى اعمل الكريم شانتي واحضروا معي نص كباية كريم شانتي خم ونص كباية لبن او مية متلجين وعليهم معلقة قشطة ومعلقة سكر بودرة او معلقتين ومعلقة كاكاو ومعلقتين نوتلا او سوس الشوكولاتة هضربهم بالمضرب الكهربائي واسبها في التلاجة شوية وبعدين نبدأ بقى نزقي الترطة انا زقيتها بسوس شوكولاتة خفيف وحطت عليها الكريم شانتي سوس الشوكولاتة ممكن تسيحوا شوية شوكولاتة وتحطوا عليهم لبن بس كده بيعزز الطعم ويخلي طعمها حلو قوي لو ما فيش سوس جاهز وحطت طبقة كريمة وابدأ دي بقى طبقة من النوتلا الاتصادية نعملها في البيت صندوق الوصف هو فيديو شورت صغير بس تطلع طعمها حلو جدا كمان وبتديها آآ ناكهة شوكولاتة بتعززها اكتر وابدأ دي تغلفها واغلف آآ على الوش كده طبقة من الكريم بتقدروا بقى تسيبوها كده وتقدروا تحطوا عليها سوس شوكولاتة على الوش او الجناش آآ بتبقى حلوة قوي وطعمها بيبقى لذيز جدا اهم حاجة لو تحطوا كده على سوس شوكولاتة ينزل من الجناب حطوها على شبكة علشان تبقى في الاخر شكلها مزبوط وطعمها حلو جدا من جوة بتبقى طرية وفتش جدا لو الوصف عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وشيروا لايك وبالهانا والشفاء